حققت المرأة البحرينية إنجازات كثيرة وساهمت بعطائها المستمر في تحقيق نجاح تلو الآخر في كافة القطاعات في مملكة البحرين وتتويجا لتلك الإنجازات فقد تم تخصيص الأول من ديسمبر من كل عام يوما للمرأة البحرينية احتفاءا بها وتقديرا لجهودها أينما كان موقعها وأينما وجدت تترك بصمتها تخزل بيدها نهضة وطنها ترسم بأناميلها لوحة المستقبل الجميل فالمرأة البحرينية قرأت وتعلمت وشاركت لذلك استحقت أن يحتفل جميع بما حققته من إنجازات مشهودة وأن يكون الأول من ديسمبر هو تاريخ الاحتفال من كل عام أما الشعار فيعنون باختيار صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة للقطاع الذي يحتفى به كل عام فصاحبة السمو الملكي أكدت دائما أن يوم المرأة البحرينية بات يوما من أيام البحرين الوطنية الخالدة التي تسطر فيها إنجازات المرأة البحرينية في كافة المجالات بفضل الدعم والرعاية من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة وأن هذا اليوم يعد فرصة قيمة لتبادر كافة المؤسسات الرسمية والخاصة بإبراز دور المرأة في عملية بناء نهضة البحرين الحديثة والحفاظ على منجزاتها عبر تكريمها وتقديرها والسعي نحو إدماج احتياجاتها في برامجها وفي كل عام يتم الاحتفال بالمرأة البحرينية وبما حققته من إنجازات في كل محفل تتواجد به فتارة في المجال العسكري وتارة في المجال الصحي والإعلامي والاقتصادي والعمل التطوعي حيث يتم تكريم المرأة البحرينية والاحتفاء بما تساهم فيه في بناء نهضة البحرين إن تخصيص هذا اليوم يؤكد على أهمية ما حققته المرأة البحرينية من مكتسبات وإنجازات أسس لها المشروع الإصلاحي الحضاري لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدة لكي تحصد قيمة هذا الإنجاز ويحتفى به على كافة الأصعدة لا سيما وأن المرأة البحرينية أصبحت اليوم نموذجا يحتذا بها في مختلف المحافل وحققت قصص نجاح أبرزتها التقارير الدولية المتخصصة في هذا الشأن سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين